أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بولكتي يا حواء في ملاحظات خطيرة يا أستاذ حواء فانتبه لتنبيهاتي قل أعوذ هذه الذال في كل مرة قرأتي فيها الذال كانت الذال زايا قل أعوذ هكذا قرأتها زايا شوفي هذه المشاكل المخارج هذه إبدال حرف بحرف أنا أعرف إزاي أعرف إزاي ألاحظ بشكل سريع أن هذا الحرف قد تغير إلى غيره هقول لي كان شيء بسيط لو أنا مش حافظ صورة الناس واستمعت إلى تلاوتك الآن ومعايا وراء أو ألم وعايز أعمل إيه عايز أكتب وراك لأننا أول مرة أسمع هذه الآيات فأنا هكتبها وراك زي ما أنت هتقوليها زي ما أنا هكتبها فأنت لما هتقرأي قل أعوذ برب الناس هكذا أعوذ دي اللي هيسمعها هيكتبها إيه هيكتبها ألف حمزة قطع يعني عين ووزاي أنا سمعتها كده فأنا هكتبها زي ما سمعتها لكن هل هي في المصحف ألف عين ووزاي ولا ألف عين ووذال لا في فرق كبير بين الذال والزاي فالزاي مثل الراء لكن عليها نقطة لكن الذال مثل الدال لكن عليها نقطة فالفرق بينهما كبير في المخرج وفي الصفات وفي كل شيء كذلك من شره يعني أو الوسواس وأنت ضمتي السين تقريبا في الوسواس لا هذه السين مجرورة والراء في شر مجرورة يعني إيه مجرورة يعني مكسورة فده خطأ كبير تغيير حركاته هذا الحرف وفي خطأ كبير كذلك النون والميم المشددة النون والميم المشددة لا بد يا أستاذ حواء لا بد من إعطائها الغنى كاملة يعني إيه الغنى أنت قلتيها في من الجنة والناس قلتيها كويس والناس طيب ما فيه قبل كذا فيه أربع كلمات الناس قل أعوذوا برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوسه في صدور الناس فيه أربع ناس قبل الناس الأخيرة كل هذه الكلمات الأربع الأولى لم تأتي فيها بالغنى طيب ما هي الألفاظ زي بعضها ما فيش فرق وزيها برضو الخناس وزيها برضو الجنة لا بد كل ذا ياخد غنى بمقدار حركاتهم قل أعوذوا برب الناس ملك الناس وهكذا بارك الله فيك يا حواء وفتح لك بابا لتعلمي التلاوة على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله